يلا يا سنة ثانية نبدأ احنا انا قلت لما نشوف نسمة. معي. معي يلا يا شكرا. الوقتي احنا الحصة اللي فاتت بدأنا في اخر وحدة عندنا اللي هي اللي ايه التنفس. مش كده? طيب. حصة المرة اللي فاتت كانت مهمة جدا ليه? لان كان لازم كلنا نبقى عارفين ان فيه فرق كبير جدا بين عملية التنفس اللي احنا عايزين ندرسها وبين عملية تبادل الغازات اللي احنا اكيد عارفينها من وحنا صغيري. وقلنا عملية تبادل الغازات تبادل ما بين الهوى وبين الرئة بتاعة الانسان. انا باخد من الهوى الاكسوجين واديله مين? هلي بسيطة الكلام. كمي للكلام. اما عملية التنفس قلنا المقصود بها ايه? تبادل الغازات تبادل الغازات. صعر ايه. ليه ايه? اكسادة الجلوكوز. حلو اكسادة المواد الغذائية وحنا قلنا الغذاء كله هنختزله في صورة الجلوكوز. بس طبعا اكيد لازم نبقى عارفين ان فيه بروتين وفيه دهون. فهعمل اكسادة ليه الجلوكوز? بغرض ايه? بغرض ان انا احصل على الطاقة. طاقة دي عايزها للنمو. عايزها الانشطة معينة. عايزها ليه عمليات ايد. عايزها لعمليات هاد. ما عايزها لعمليات اللي انت عايزها. حلاص? حددنا وقلنا اين تتم عملية التنفس? فين يا حلوين بتتم? في الميتو كوندوري. حلو الكلام. الاول بنقول في خلايا الجسم عشان كده سمناها تنفس خلوي. والخلية فيها عضيات. يبقى انا عايزة الميتو كوندورية. كوندورية. وبالتالي طالما ان الخلية دي هي اللي هتعمل اسمها الميتو كوندورية هي اللي هتعمل عملية التنفس. اذا كل ما يتطلبه عملية التنفس اكيد موجود عند مين? عند الميتو كوندورية. يبقى لما يقول لي علل او بما تفسر الميتو كوندورية هي العضية المسؤولة عن عملية التنفس. هنقول ايه عبد الرحمن? يا عبد الرحمن. اين انت? يلا يا لارا. متواصل فيها. طيب ماشي. قولي يا لارا وارجع على عبد الرحمن. قولي بتقولي ايه? متواصل فيها كل المواضي اللي هي محتاجها. زي الادب والانزيمات والماء. سواني سواني. ايه? طيب سواني. اي دي بي. ها ومين? والمية. والمية. والانزيمات اللي هي المتقبلة اللي هي الناد. لا في فرق بين الانزيمات وبين الناد. الانزيم. انزيمات المرافقة. ايوة. هي مرافقات الانزيم. ما انا عايزة انزيم وعايزة مرافق الانزيم. خلي بالك انا عايزة الاتنين. انا عايزة الانزيمات اللي سمناها انزيمات تنفس. وعايزة مرافق الانزيم اللي انا اخدت منه الناد والفاد. وعايزة مين كمان؟ ما عايزة أليها لحاملات الإلكترونات لحاملات الإلكترونات كل دي متطلبات طبعا بالإضافة إلى مجموعات الفوسفات كل دي متطلبات عملية التنفس وبما إن الميتوكنديريا هي اللي هتعمل التنفس يبقى أكيد يا عبد الرحمن عندها كل هذه المتطلبات صح صح حلو الكلام تقدر تقولي بقى يا أستاذ عبد الرحمن دلوقتي عملية التنفس بالمعنى اللي احنا فهمناه هتتم على كام خطوة هم أربعة أنا أقسم خلهم خمسة أربعة نخلهم خمسة تبقوا لي إيه هم الأربعة وبعدين دي بقى أنا أقسمهم خمسة لا هم تلاتة أنا أقسمهم أربعة تبقوا لي إيه هم التلاتة لو نشاء القلوكوز أيوة دورة كريبس دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون حلو الكلام لبقى أنا عندي تلات خطوات أساسية انشطار الجلوكوز أو المادة الغذائية اللي انت هتشتغل بيها ثم دورة كريبس ثم سلسلة نقل الإلكترون دول تلات خطوات أساسيين ونعطت لأخبطه لما يجي لي سؤال يقول لي عملية التنفس بتتم على مرحلة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة لا هم تلاتة هم تلاتة تمام؟ اللي موجودين في الكتاب تلاتة وهم تلاتة الأساسيين لكن الرابعة دي أنا يعني هعرفك ليه أنا بقول رابعة خلاص؟ طيب احنا عايزين ايه من التلاتة دول يا خديجة؟ التلات مراحل دول انت عايزة تعرفي ايه عنهم؟ ايه بس؟ التلات مراحل دول انت عايزة تتعلمي ايه عنهم؟ يعني بيحصلوا ازاي او فين او كده يعني؟ ايه بالضبط يبقى الاول بيحصلوا فين؟ اين تتم المرحلة؟ الخطوة التانية ازاي؟ كيف تتم هذه المرحلة؟ واللي اهم بقى يا خديجة النواتج اللي طلع من هذه المرحلة تمام؟ طيب نبدأ كده مع اول خطوة معانا اللي هي انشطار الجلوكوز اين يتم انشطار الجلوكوز؟ في السيتوسول حلو مين هو السيتوسول المدعو سيتوسول ده مين؟ هو كان عضي في النواة كان ايه؟ عضي النواة شرف اسمعين مين السيتوسول ده قلنا عليه ايه؟ جزء من السيتو بلازم ولكنه غير عضي يعني ايه غير عضي؟ يعني لا يحتوي على عضياء لا يحتوي على مين؟ عضياء يعني انا باجي في الخلية بتاعتي بلاقي في مكان هنا فيه سيتو بلازمة اهو مثلا بس مفيش بقى لميتو كنديريا مفيش ريبسومات ليستومات جلجيش الشبكة مفيش اي حاجة كل العضياء موجودة في اماكن متفرقة اهه؟ وادي النواة الكبيرة بتاعتنا والدنيا هنا ريئة تماما مفيش فيها اي حاجة هروح هنا بقى واعمل للانشطار ده اين؟ طيب كيف يتم الانشطار؟ طبعا مفيش سؤال بيجي يقول لي كيفا؟ يعني الا اذا كان سؤال مقال حتى السؤال المقال احنا ما نقدرش نجيبه كده لان السؤال المقال عليه درجة واحدة؟ كل جزئية عليها درجة ولكن احنا هنقوم دلوقتي عشان اعمل انشطار للجولوكوز هل فعلا انا بعمل انشطار للجولوكوز؟ هل الانشطار الفعلي بنتم للجولوكوز؟ لا للقربون بمين؟ للقربون ازاي يعني زرق كربون اعمل لها انشطار ازاي يا لار؟ احنا اخدنا الانشطار المرفتت ولا لاي الاول؟ الفراكتوز يا راس ايوة الفراكتوز اخدنا ولا لا؟ اخدنا صح؟ ايوة احنا قلنا ان احنا هناخد جزئي الجولوكوز اللي انا هشتغل به جزئي الجولوكوز عنده ست زرات من الكربون ادي اثنين اربعة خمسة بستة وروابط احادية مع الهايدروجين ومع الاكسوجين اول حاجة هعملها اول مرحلة هعملها ان انا عايزة اكثر الربطة اللي على زرة الكربون رقم ستة اللي بين الكربون والهايدروجين واضيف مكانه مجموعة فسفات طب فين الكربون رقم ستة؟ اعدي مين ولا شمال؟ ما تفرقش اعدي من هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يبقى انا عايزة اكثر الربطة اللي بالاحمر دي واعمل مكانها ربطة جديدة بمجموعة فسفات ولكن ماذا انا اتطلب هذه المرحلة؟ لتطلب طاقة يبقى انا هستلف من عبد الرحمن جزء ATB اكسره احوله الى ADB زائد طبعا مجموعة الفسفات الحرة اخد شوية الطاقة ابني بيهم الربطة كده اتحول الجلوكوز الى جلوكوز ستة فسفات يعني ايه جلوكوز ستة فسفات؟ يعني جزء الجلوكوز على زرة الكربون رقم ستة موجود مجموعة فسفات ترجموا الاس طيب الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه؟ هعدل اغير بس ترتيب الزرات عشان احوله الى فراكتوز ستة فسفات اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واد الروابط بتاعتي كم لأها؟ وهنا على زرة الكربون رقم ستة انا حطى مجموعة فسفات طب ايه الفرق بين الاحمر والاخضر؟ ترتيب ترتيب زرات الهيدروجين والاكسوجين فقط لقيه طيب هتعملي ايه؟ عايزة اضيف كمان مجموعة فسفات على زرة الكربون رقم واحد يبقى هروح لرقم واحد يا لار واعمل ايه؟ اكسر الربطة اللي بالاخضر دي وابني ربطة جديدة مع مجموعة فسفات ايه وعبد الرحمن قال يبقى انت هتحتاجي طاقة وهتجي تقولي سل فيني يبقى هاخد من عبد الرحمن ATB اكسرها احولها الى ADB زائد مجموعة الفسفات الحرة ااخد شوية الطاقة اشتغل به كده انا استهلكت كم جزء يا خديجة ATB اثنين اراك يا خديجة انا عايزة اقسم المسائل المركب ده كل تلاتة كربون لواحدهم من اللحظة بقى ان كل تلاتة كربون طالعين معاهم واحدة من الفسفات ايه يبقى انا عملت انشطار لي مين اللي انشطاري الفائلي عملته لفراكتوس 6 فسفات مش للجلوكوز خلاص طيب طلي عندي مركب عنده تلات زرات كربون ومتعلق فيه مجموعة فسفات والنحية التانية زيه بالزبط تلات مجموعات كربون صح صح هو ايه انتو مش جدولكو ثابت ولا ايه مش انتلكو جدول ثابت ايه ايه وانتو بتاخد الرياضة امتى حسة الرياضة امتى في بك ونسمى معاكو في الرياضة ولا بتاخد الرياضة في حتة تانية تقصد اصلا بتقول انا في حسة رياضة لا ايه ماتخدش معاين اه يبقى هي بتاخد الرياضة في مكان تاني طيب يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا عندنا دلوقتي الجزء اللي انا هقسمه طلع عندي مركب مين مركب اسمه اللي ايه السي ثلاثة ايه واللي هو اللي ايه البجال طيب ايه البجال ده بقى البجال ده المركب اللي طالع جديد معايا والمركب ده زي ما قلنا هو عبارة عن الناتج فكده انا معايا ثلاثة انا معايا ثلاثة ومعاهم متعلق فيهم في السفات ودي ثلاثة ومتعلق في السفات يبقى كده انا معايا اتنين جزء من البجال طيب اللي اتنين جزء من البجال دول انا عايزة احولهم الى حامد البيروفيك يعني اتحولهم لحامد البيروفيك عايزة اعمل لهم تفاعل كيميائي تاني بحيث انه هم يتحولوا الى حامد مين يا ولاد الى حامد البيروفيك عشان أحول دول إلى حامد البيروفيك يبقى أنا محتاجة دلوقتي أن أنا أكسر مجموعة الفوسفات عشان حامد البيروفيك ما معهوش فوسفات يبقى هتعمل إيه عبد الرحمن؟ قال لي خلاص هروح أكسر الرابطة دي وأكسر الرابطة دي وحرر مجموعة الفوسفات ده وحرر مجموعة الفوسفات دي يبقى فاضل عندي المركب اللي عنده 3 زرات كربون وهنا مركب في 3 زرات كربون خلاص طبعا ما فيش حاجة اسمها 3 زرات كربون فيه H وفيه O لكن احنا ملاش علاقة بالرموز عشان ما أخبطش نفسنا تمام يا حلوين؟ طيب لما حضرتك كسرت وحول طلع عندك إيه قال لي طلع عندي ده بيروفيك أو بيروفيك وده بسميه بيروفيك أو بيروفيك طيب لما كسرت حضرتك الرابطة دي حصل إيه قال لي المفاجأة إيه إن أنا لما كسرت كل رابطة من الربطتين دول كل رابطة إدتني اتنين جزء ATB يعني ده اتنطاقة تتير تخزنتها في اتنين ATB وهنا نفس الكلام قال لي هنا نفس الكلام اتنين ATB جميل طيب إيه تاني طلع معاك قال لي طلع زرات هيدروجين ده طلعت هيدروجينة وده طلع هيدروجينة فاضطريت إن أنا أنادي على مين يا شباب؟ على المركب اللي سمناه ناد وفات طب أنت نطلع كام؟ قال لي هيدروجينة واحدة وانت هتطلع إيه؟ هيدروجينة واحدة خلاص هيدروجينة واحدة يبقى جيب الناد يشيل الهيدروجينة يبقى ناد H واجيب هنا الناد يشيل الهيدروجينة ويبقى ناد H يبقى أنا دلوقت اللي اتنين بجاب عشان أحولهم إلى اتنين بيروفق طلعوا اللي اتنين بيروفق وطلع معانا مين يا عم عبد الرحمن طلع معانا اتنين ناد H أو ناد H وطلع معايا كمان اتنين من أو أربعة قصد من الـ ATB أول ما عبد الرحمن اللي أنا بقول طلع معايا أربعة ATB اللي هاتي اللي انت خدتي أنا سلفتك واحدة هو فوق وسلفتك واحد هنا لو سمحت هاتيه أحاسب عبد الرحمن ونشوف الباقي معانا البيروفق الناد ده أصبح معايا كام؟ اتنين يبقى ناتج المرحلة دي ايه؟ اتنين بيروفق اتنين ناد اتنين A T B صح؟ طيب كده معايا لا جولوكوز ولا فراكتوز ولا بجل ولا أي حاجة كل ده اختفى معايا غير البيروفق طيب دلوقتي لارا هتقولي احنا متفقين من المرة اللي فاتت ان عدد أو مجموعات الـ ATB اللي انت هتطلعيها 38 صح؟ ايه؟ طيب احنا كل اللي طلعناهم اتنين فين الـ 36 جزئي الباقيين؟ أين يوجد باقي جزئيات الـ ATB؟ موجودة فين يا أولاك؟ المتوكنديريال؟ لا أنا هنا الوقت أنا بشتغل في الميتوكنديريال أنا لسه برة أنا لسه برة عملت الانشطار ده كله الانشطار بتاع ده كله لسه في ستايتوسول ما دخلتش الميتوكنديريال في البيروفق ايوة في البيروفق تمام؟ يبقى إذن هم كانوا مفروض يا لارا إن الجلوكوز هو اللي فيه 38 ATB انت ممعدش معاك جلوكوز انت معاك بيروفق يبقى أكيد الباقي في البيروفق الباقي فين؟ يبقى إذن الطاقة كلها أو معظم الطاقة مخزنة في البيروفق خلاص يلا مسكوا بقى البيروفق ده وكسروه عشان تطلعوا منه الطاقة طب هعمل إيه؟ أنا دلوقتي معايا هبدأ من هنا كدهو عشان محدشته من ننا أنا خلصت المرحلة الأولى لمرحلة الانشطار في السيتوسول هاخد النواتج بتاعتي وروح أخبط على الميتوكنديريال عايزة إيه؟ أنا معايا اتنين بيروفق ومعايا النواتج اللي معايا دي عايزة أكمل وطلع الطاقة المخزنة يطرى دلوقتي أنا هشتغل بالناد والأي تي بي ولا بالبيروفق إيه رأيكم؟ بيروفق بيروفق فقط لغير طيب تعالي الميتوكنديريا آدي الغشاء ده بقول عليه غشاء خارجي وده بقول عليه الغشاء الداخلي المنطقة دي بسميها الحيز بين الغشاءين ودي بسميها الحشوة الداخلي خلاص؟ طيب أنا دلوقتي يا جماعة معايا تنين بيروفق لو سمحتوا عايزة أطلع الطاقة اللي فيه أروح فين؟ قالولي نزلي برجلك اليمين على الحيز اللي بين الغشاء طيب نزلت معايا اتنين من البيروفق أعمل إيه؟ قال للبيروفق ده عشان حضرتك تطلع الطاقة اللي متخزينة جوا إحنا محتاجين إن إحنا نعمله عملية أكسادة نعمله عملية إيه أولاد؟ أكساد أكساد طيب يعني إيه أكسادة؟ يعني كالسريع عشان أحوله أحول البيروفق إحنا متفاقين إن البيروفق مركب عنده تلات زرات قرطون أنا عايز أحوله لمركب فيه الزرتين اتنين كربون طيب لو شغلت أنا دماغي كده يا عم عبد الرحمن البيروفق عنده تلات زرات قدي تلاتة أهم خلاص ودي الزرات الهايدروجين والإكسوجين اللي معاه إنت عايز تحول الزرتين اتنين فقط يبقى إنت عايز تأمل إيه؟ فكر معاك ما السرحانة يا عبد الرحمن يلا معاني بقى احنا قولنا أهم درس في المنهة كل أنا عايز أحول التلاتة ده للإتنين ده يبقى المطلوب أعمل إيه؟ أنا قصرت حل؟ قصرت أيوة أكسر واحدة من دول ربطة مثلا زي دي واشيل كل ده برة يبقى أنا لو قصرت دي وشلت المجموعة دي كلها برة بقى عنده اللي اتنين طيب ده عبارة عن كربون مرتبط معاه أكسوجين مرتبط معاه هيدروجين فبالتالي حضرتك لما تكسر الربطة دي هتطلع كربون الكربون قال أنا بطلعش الواحد أنا باخد معايا الأكسوجين فبالتالي حيكون لسان أكسيد الكربون طب والهيدروجين اللي طالع خلاص حفظناه هتجيب له حد يشيله اللي هو الناد أنت هتطلع كم هيدروجين قال لوحده خلاص يبقى هجيب الناد يشيل الهيدروجين واد الكربون واد الأكسوجين يبقى الثلاثة اللي طلعوا أهم آدي السي مرتبطة بزرة الهيدروجين وعمل ربطة سنائية مع الأو تمام؟ فطلعت بها طيب السؤال دلوقتي أنا معايا اتنين بيروفك الناتج ده من اللي اتنين ولا من واحد قال لي لأ من واحد يبقى معنى ذلك اللي اتنين هيطلعوا اتنين واثنين هيطلعوا اتنين ساني أكسيد كربون واثنين نات طيب وهيطلعوا كمان اتنين من المركب السنائي ده يبقى هيطلعوا لي كمان مين معاهم اتنين من الأسي طايل من الأسي طايل ده المركب اللي عنده زرتين كربون ده يبقى أنا بعمل إيه؟ بعمل أكسادة لحامض البيروفيك في الحيز اللي بين الغشائين في الميتوكنديريا وبالتالي ضفت عليه أكسوجين عشان عمله عملية الأكسادة فصرنا الربطة الكربون لم الأكسوجين وخرج بساني أكسيد كربون والهيدروجين كيبتله الناد كلام ده المين؟ قال للجزئ الواحد طب انت معاك اتنين يبقى اتنين ساني أكسيد الكربون واثنين ناد واثنين أسيطايد ضمه آدن لاثنين ساني أكسيد الكربون واثنين ناد اتش خلاص؟ ومعايا تنين أسيطايد ده ناتج مين؟ ناتج عملية الأكسادة بتاعة البيروفيك ومالي اللي فوق دهو كان ناتج مين؟ ها؟ اللي فوق ده كان ناتج مين يا حلوين؟ فراكتوس اللي ايه؟ فراكتوس اه بالضبط اللي هو انشطار اللي ايه؟ انشطار الفراكتوس يبقى ده ناتج عملية الانشطار يبقى ناتج الخطوة الاولى اللي هو الانشطار اللي تم في السيتو سول اتنين 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 بيروفيك اتنين ناد اتنين ايتيبيل طيب وناتج عملية الأكسادة اللي تمت فيه الحيز اللي بين الحشوة او بين الغشائين اتنين ساني أكسيد كربون اتنين ناد اتنين أسيطايد طيب يا ميز دلوقتي اللي انا ملاحظه ان حضرتك طلعت هنا اتنين اي تي بي ودي كمان مفيش هنا اي تي بي خالص فين بقى ال اي تي بي انت قلت لنا المرة الاولينية متخزن في البيروف ما عادش عندي بيروف يبقى هو متخزن فين دلوقتي الاسيطايد الاسيطايد لسه معايا الاسيطايد يبقى انا نقلت الطاقة اللي كانت موجودة في البيروفك نقلتها للاسيطايد طب اعمل ايه بجماعة بالاسيطايد يلا نشوف هنعمل ايه بالاسيطايد انا كده على الحشوة او في الحيز اللي بين الغشائين وخلصت المرحلة الجديدة بتاعتي اللي هي مرحلة الاكساد معايا اسيطايد قال لي خلاص كده خد الاسيطايد وروحي اعملي دورة كريبس طب يا ميس انت كنت كتبة من شوية لدورة كريبس دي المرحلة التانية ايوة ما هي المرحلة بتاعت اكسادة البيروفك اللي باللون الاحمر اللي انا كتبعه على الشمال دي دي المرحلة المخفية المرحلة المنسية المرحلة للطلبة ما بتقدرش توصلها بسهولة لما بيجوا يعدوا بيعدوا اللينشطار وكريبس اجا اقولك عديلي جزيئات الاتب تقول في اللينشطار وفي كريبس فتعد غلط فين المرحلة الوسطية دي مرحلة دي منسية فاحنا كده هنعمل عليها زوم بس مجرد ان احنا نظهر طيب تعالوا نروح لدورة كريبس هتم فين قالت هنط كده وهروح على من يا حلوين المراضي هروح على الغشاء الداخلي هنا ليه عشان الغشاء الداخلي ده هو اللي عليه انزيمات اللي انا عايزاها عشان اعمل بيها دورة كريبس يبقى كده الخطوة الجديدة بتاعت اللي هي دورة كريبس اين هنقول فين على مين على الغشاء الداخلي طيب خبطنا على الغشاء يا جماعة احنا معانا اتنين جزئة اسطيل عايزين نشوف كريبس ده يعمل فيهم ايه مبدئيا كريبس قالك انا مباشتغلش باتنين اسطيل همال ايه بالضبط انت عاملة زي الام اللي معاها طفلين راح اتوديهم الحضانة فممنوع دخول الامهات الحضانة ففيه الدادة اللي قاعدة على باب الحضانة او على البوابة هي اللي بتشيل الاطفال تدخلهم جوه فالدادة دي هتشيل طفل تاخده تدخل بيه تغيط ما توصله فصله وترجع تاخد الطفل التاني تاخده تشيله تدخله توديه للفصل بتاعه صح ولا غلط؟ يبقى ازا اللي الدادة هتعمله مع الطفل الاولاني هتعمله مع الطفل التاني اللي هو ايه هشيل الطفل وادخل بيه او اديه لفين للفصل طيب الدادة دي انت كأم او انا كأم معايا طفلين والدادة دي كل يوم تشيل ولادي تدخلهم واحد بواحد المفروضة نديها ايه اعمل لها ايه اعمل لها ايه اعمل لها ايه اعمل لها ايه بتقولي ايه دا مكفقة يعني عشان مكفقة براكو عليك جدا هديها مكفقة حلو الكلام انا هديها مكفقة طيب الاسطايل دلوقتي خلاص احنا عرفنا هي هتشتغل باسطايل واحد فانا دلوقتي هاخد واحد اسطايل وقولها اتفضلي يا دادة دخلي لف به اللفة تمام الاسطايل دا عبارة عن مركب يحتوي على اتنين كاربون ادخل يا اسطايل مع الدادة مش داخل يا ابن ربنا هديك ادخل يقول لا الام عشان تدخل الطفل هتغري بايه ببسكوتة بعصير بشبسي بما اي لفخ بقى من لفخ اللي الولاد بيأكله دا فهتبدأ تديله حاجة عشان يرضى يدخل مع مين مع الدادة صح ولا لأ حلو مين اللي هيدخلك او انت هتديله ايه اللي انا هتديله او هجيب له حاجة اسمها مرافق انزيم ايه دا دا غير الناد والفاد ولا هم الناد والفاد لا غير اسمه كو انزيم ايه كو ايه يعني المرافق بتاع الاسيطايل كو ايه يعني مرافق الاسيطايل دي الحاجة اللي انا اديتها للابن الصغر للطفل الصغير عشان يرضى يروح مع الدادة طب والدادة هتديلها ايه هتديلها هي قالت انا عايزة مجموعة فوسفان دي ايه دي انا عايزة مجموعة فوسفان وخلاص ماشي خلاص خده مجموعة فوسفان وخلاص خلاص طيب حلو الكلام وبالتالي خدت هي مجموعة الفسفات والابن الصغر الأسطاية الجبنانه مرافق الإنزيني يلا شيلي ودخلي دخلت شايلة طفل ودخلها وهي ماشي بقى في الطرقة كده في الكردور بتاع الحضانة طرقة طويلة والفصل في آخر الطرقة هنا البواب وهي ماشي بقى بتقابل مين المدرسات مثلا بتقابل طفل تاني بتقابل أي حد تتكلم معا كلمة تاخد منه حاجة تديله حاجة لغاية لما توصل الفصل بتاعي طيب تعالوا نشوف إيه لها يحصل أول حاجة قبلت الأسطايل وهو داخل من هنا مركب يحتوي على أربع زرات كربون هذا المركب اسمه حامد الأجزالو أستيك اسمه يا حلوين الأجزالو أستيك الأجزالو أستيك مركب يحتوي على أربع زرات كربون أول ما تقابل مع الأسطايل اللي عنده اتنين حصل بينهم بين بعض كده زي إيه استلطاف فاتفعلوا اللي اتنين مع بعض وكانت النتيجة إنه هم الدولنا مركب يحتوي على ست زرات كربون اسمه حامد السيتريك اسمه حامد إيه السيتريك أو السيتريك يبقى أول مرحلة أو أول خطوة يدخل الأسطايل بمساعدة الكوينزين وبمساعدة المرافقات اللي معادي أول حد قابله في الطريق حامد الأجزالو أستيك مين حضرتك أنا الأسطايل مين حضرتك أنا الأجزالو أستيك معاك كام معايا تنين معاك كام معايا أربع ما تيجي نلم على بعض لمينا وعملنا تفاعل كيميائي تفاعل الأسطايل مع حامد الأجزالك إيه داني السيتريك السيتريك ست زرات كاربو طيب السيتريك ده أنا عايزة أكسره الهدف كله إيه أنا عايزة أكسر كل حاجة تقابلني عشان أطلع طاق قال لي طيب السيتريك مدقي بقى أكسري واحدة بواحدة كده وانت ماشية هكسره هطلع منه مركب يحتوي على خمس زرات كاربو يبقى هو فيه ستة قدي اتنين تلاتة قدي أربعة خمسة ستة أنا هكسر الربطة دي آه خلص كده أنا فاهمة إيه اللي هيطلع هيطلع عندي من هنا ساني أكسيد الكاربون وهيطلع معي هيدروجين هجب له الناد يشيله صح حلو الكلام قولي هيطلع إيه ليه هيطلع سيقلته يعني عشان دلوقتي هو عنده ستة زرات كاربون انت عايزهم يبقوا خمسة زي ما عملت في البيروفيك والأسيطايل قلته هنكسر الربطة اللي بين زرات الكاربون الأخيرة وما قبله هم ستة أنا عايز أكسر الربطة اللي بين خمسة وستة هيطلع عندي كاربون وأكسوجين وهيدروجين فالكاربون والأكسوجين ياخدوا قدين بعض ويطلعوا ساني أكسيد كاربون ويسيبوا الهيدروجين لوحد الهيدروجين هنجيب له الناد يشيله واضح؟ اه طبعا يامس مين ده يا جماعة اللي طلع ده اللي ده اسمه حامد يا عم عبد الرحمن اسمه كيتو جلو تاريك اسمه ايه؟ كيتو جلو تاريك مين الكيتو جلو تاريك؟ حامد عنده خمس زرات كاربون ماشي طيب اعمل ايه؟ اللي انا عايزة الخمس زرات كاربون دول احولهم الى اربعة خلاص يا لارا فهمنا يبقى انا اكسر زرات الكاربون رقم خمسة يا ميس يبقى يطلع ساني أكسيد كاربون ويطلع هيدروجين انا ديله الناد شيل الهيدروجين اللي طلعت يا نام ويديني الاربعة من الاربعة؟ اللي ده حامد اسمه الساكسينيك اسمه الساكسينيك يبقى انا خدت السيترك حولته الى كيتو جلتاريك السيترك ستة الكيتو خمسة الكيتو حولته للساكسينيك الساكسينيك اربعة طيب هنحوله لتلاتة؟ خلاص احنا كده ماشينا هو فهميد لا مش هنحوله لتلاتة امال ايه؟ انا هسيبه زي ما هو هحوله مركب برضو فيه اربع زرات كاربون تم ده اربعة يا ميس اه كل اللي هعمله هغير مكانهم بس لما عملت في الجولوكوس والفركتوس تعديل اماكن لما عدلت اماكن الساكسينيك وحولته الى الحمض الجديد اللي فيه اربعة اللي هو اسمه حمض المليك حمض المليك عنده اربع زرات كاربون طب حضرتك لما تحول الساكسينيك للملك او المليك هتطلع ايه؟ اللي بقى الاول مرة هتطلع شوي الطاقة لان انا لما جيت ابدل طلعت الات في طاقة زيادة فطرطة طب الطاقة الزيادة اعمل بها ايه؟ فاكريني الدادة اللي كانت شايلة مجموعة الفوسفات ايوه هاجبنا بقى اي دي بي انا دلوقتي فين؟ انا على اكشية الميتوكنديريا فالأي دي بي متوفر واربطوا مع مجموعة الفوسفات اللي كانت الدادة شايلها عشان احولوا الى اي تي بي يبقى ايزا ادي مجموعة الفوسفات حولت للأي دي بي الى اي تي بي خلاص يا حلوين؟ وفي نفس الوقت وانا ببدل طلع معايا هيدروجين خلاص يا ميس فهمي الهيدروجين هنجيب له مين؟ ها؟ نا بس للأسف الهيدروجين اللي طلع المراد كتير جزئك ايوه يبقى اجيب له الفات برافو عليك يبقى من تحول الساكسينيك الى الملك طلع معايا شوي الطاقة خزنتهم في جزء اي تي بي بمساعدة الفوسفات اللي ادادة واخداها وهي دخلة واددتني الاي تي بي وبالتالي طلع معايا هيدروجين زيادة من اقناد قال لا مقدرش اشير لا دا كتير علي فجبنا له الفات خلاص؟ طيب نكمل؟ يلا الملك هتروح لفين يا عم الملك انت او الملك قال بدوختوني وهبطوني انا هرجع لي دا هو يعني ارجع للمركب اللي فيها اربعة يعني تعديل طب احنا لما عدلنا الساكسينيك للملك خرجت عندنا ما شاء الله لما عدل بقى من الملك للساكسينيك هيخرج ايه؟ قال لي هيخرج عندك هيدروجين فقط فهضطر ان انا جيب له مين؟ ها؟ الناد يشيله قادي الناد طيب ما هو هنا كان خرج هيدروجين ما فيش شوية طاقة؟ لا ما فيش يبقى هنا هيخرج مين؟ الناد فقط او الهايدروجين اللي هجيب له الناد ورجع الملك للساكسينيك يقابل الاسطيل الجديد اللي الداده هتجيبه ويحوله الستريك والستريك يتحول لكيتو والكيتو للساكسينيك والساكسينيك للملك للأجزاله وهكذا وهكذا دورة اسمها دورة كريبس نسبة الى العالم هانزي كريبس اللي اكتشفها او انا بسميها دورة حامد الستريك ليه؟ علل تسمى دورة كريبس في دورة حامد الستريك لان حامد الستريك اول حمض اتكون اما الكيتو والساكسينيك والملك والأجزاله كل دي اسمها احماض وساطية احماض ايه؟ يبقى البداية معايا مع مين؟ البداية دايما بالستريك فعشان كده سمناها دورة حامد الستريك خلاص يا شباب؟ طيب تعالوا نجمع احنا عرفنا فين؟ على الغشاء الداخل وعرفنا ازاي؟ كما تجي نجيب النتيجة يلا نجيب النتيجة هنجمع مين الاول يا خديجة؟ قالت لجمع الناد ادي واحد ناد اتنين ناد تلاتة ناد التلاتة ناد دور بتوع مين يا خديجة؟ قالت لبتاع دورة كريبس طيب وهي الدورة دي تعملت لي مين يا خديجة؟ لجزئ ها؟ آسي معاي خديجة اللي ايه؟ ايوه جزئ أسيطايل جزئ ايه؟ أسيطايل طيب انتو كان معاك جزئ واحد أسيطايل ولا اتنين؟ اتنين يعني الدورة دي هكررها مرة تانية؟ ايوه يبقى كل جزئ جولوكوز بيطلع اتنين أسيطايل بعمله دورتين كريبس يبقى جزئ الجولوكوز الواحد بعمله دورتين ليه؟ لان انا دخل دورة كريبس ومعاك اتنين أسيطايل وكريبس قالت لأ انا بشتغل بواحد بس فهيخلص اللفة دي زي الدادة اللي دخلت الولد ورجع ادخلت الولد التاني فهتعمل نفس اللفة يعني كده انا معايا تلاتة ناد لو عملت كمان دورة يبقى معايا ستة ناد صح؟ حلو الكلام ادي الناد تعالوا نعد نستمعنا من تاني اللي معايا مثلا ساني قرسي الكربون ادي واحد ودي التاني فيه تالت فيه تالت اه حلو كم واحدة عبد الرحمن دول كم جزئ؟ مايك يا عبد الرحمن كم جزئ ساني اوكسيد كربون؟ دولة اتنين مفروضة دولة اتنين مفروض لدورة واحدة ولا لتنين؟ لتنين دورتين؟ يعني انا عملت قدامك كده دورتين ولا دورة واحدة؟ لا دي واحدة اي واحدة بقى اتنين باربعة ايوة يبقى لو عملت الدورة التانية هيطلع معايا اربعة ساني اوكسيد الكربون طيب يلا نعد طالع معانا ايه كمان؟ ها حد يقول لي طالع معايا ايه كمان؟ اه اي تي بي اي تي بي فين ال اي تي بي اللي طلع الوحيد اللي عند حضرتك اهو واحد اي تي بي لدورة ولا لدورتين؟ دور يبقى الدورتين؟ اتنين اي تي بي اتنين اي تي بي لسه مين حاجة تانية نعدها؟ ها فكروا كده لسه حاجة تتعد؟ مم بسه الفاد كنت نسيينه ليه اهو؟ الفاد اهو كم واحدة فاد طلعت؟ واحد يبقى دورتين؟ يبقى دين اتنين فاد صح؟ يبقى ايه زن؟ تعالي بقى نشوف الناتج اللي معانا ده كده ايه؟ الناتج اللي معانا ده بتاع دورة كريبس بس خلي بالك انا عملتي دورتين كل اتنين كريبس يطلعوا لي ده الوحدة طلعت ثلاثة وطلعت هنا اتنين وطلعت هنا واحد وطلعت هنا واحد يبقى دورة الكريبس الوحدة يطلع تلاتة ناد اتنين سانيكسيكربون واحد اي تي بي واحد فاد الدورتين يطلعوا ستنات أربعة سانيوكسي الكربون اتنين ATB اتنين فات نظبوط الكلام قلو الكلام ركزوا بقى في الجملة اللي هقولها الدورة اللي أنا عملتها دورة اسمها دورة كريبس لكل جزء أسطيل بعمله دورة زي دي جزء الأسطيل ده جاي منين من الأساس دعاله نطلع فوق كده شوية جزء الأسطيل ده قال لي أنا جاي من انشطار الجولوكوس صح؟ من المرحلة الأولى اللي هي انشطار الجولوكوس لما عملنا انشطار جولوكوس وصلنا للأسطيل مرورا بأكسادة البيروفك أو اتنسل حتة دي مرورا بأكسادة مين البيروفك طيب السؤال بقى دلوقتي عبد الرحمن بيقولي طب فريدي بقى إن أنا ما عنديش جولوكوس وعندي بروتين أحماض أمينية يعني عايزة كسر الأحماض الأمينية عشان أطلع الطاق هتمر بنفس المراحل هقوله طبعا يعني لازم يبقى في انشطار للحمض الأميني ولازم دورة كريبس ولازم سلسلة نقل الإلكترون طب لو معايا حمض دهني لازم أعمله انشطار وبعدين أعمله كريبس وبعدين أعمله سلسلة نقل الإلكترون بس الخطوات مختلفة يبقى المراحل سابتة ولكن الخطوات ايه؟ مختلفة مختلف حلو الكلام طيب يعني معنى ذلك لو أنا دلوقتي معايا حمض أميني لازم أحوله الأسطايل عشان يدخل دورة كريبس لو معايا حمض دهني لازم أحوله الأسطايل عشان يدخل دورة كريبس يبقى أسطايل هي الصورة العامة لأي مادة غزائية ببدأ بها كريبس ثاني المركب يبدأ 브ورة كريبس هو مين؟ الأسطايل إيه مصدر الأسطايل يا خديجة قالت لي والله ممكن يكون جاي من أجسدت أو من انشطار الكلوكوز أو من انشطار الحمض الأمين أو من انشطار الحمض الدهن انشطروا إزاي؟ أنا ما عرفش مش عريزة أعرف أنا عرفت انشطار الكلوكوز بس طب هل دورة كريبس بتاعتهم كده؟ ما عرفش مش عريزة أعرف طب هل السلسلة زي السلسلة بتاعتنا ما نعرفش مش عايزين نعرف المهم انه هما كمان هيعملوا انشطار وكريبس وسلسلة انشطار وكريبس وإيه سلسلة طيب جميل الكلام لغاية كده إلى حد ما الدنيا ماشية معنا تمام طيب دلوقتي يا ميس تعالي بقى نشوف النواتج اللي احنا خلصناها دي الوقتي أنا البيروفيك خلاص أنا ما عدتش عايزه كسرته والأسطيل أنا كسرته خلاص كده فاضل معي إيه تعالوا نجمع بقى كل شكل بعضه معايا قادي 2 ناد وقادي 2 ناد واد 6 ناد يبقى الناد كام 10 قالوا الكلام 10 ركزي بقى معايا هنجيبه من اهو معايا 10 ناد طيب معايا 2 اكسيد كربون 2 وساني اكسيد 4 وكام معايا 6 ساني اكسيد كربون طيب معايا 2 ATB وادي اثنين اي تي بي يبقوا كام اربعة اي تي بي حلو معانا 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 واحد فات واحد ولا اثنين 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 فات اتشي تو حلو كلام طيب دول ايه قال لي دول كل اللي انت طلعتي بيهم اهو من مرحلة اللينشتر ودور الكريس ست جزيئات سانية وكسيكاربون عشر جزيئات ناد اربع جزيئات اي تي بي اثنين جزيئ فان خلاص يوم يجيلي سؤال بقى يا استاذ عبد الرحمن انا ما عادش عندي مركبات لا بيروفك ولا استطيل ولا سترك ولا كيتو ولا اي حاجة كل اللي معايا ناس شايلين هيدروجين اللي هما الناد والفات ومعايا سانيكسيكاربون غاز هيطلع يجري فوق ومعايا اربع اي تي بي يبقى لما يجيني السؤال دلوقتي يقول لي كم عدد جزيئات ال اي تي بي اللي نتجى بصورة مباشرة من اجسادة الجلوكوز اقول له اربعة اهم الاربعة اللي انا طلعتهم اتنين طلعين من الانشطار واثنين طلعين من دور الكريبس تمام طيب معنى ذلك ايه معنى ذلك ان انا لسه عندي في اربعة وثلاثين جزء ما طلعوش يطرى دول هيطلعوا بطريقة مباشرة ما عادش عندي والله مركبات يبقى اكيد دول هيطلعوا بطريقة غير ايه ها غير مباشرة يبقى عدد جزيئات ال اي تي بي اللي نتجت بطريقة مباشرة الا اربعة اي تي بي طيب واللي هيطلع بطريقة غير مباشرة انا عارفاها من دلوقتي اهو اربعة وثلاثين طب انتوا هتطلعوا منين انتوا هتيجوا منين انا ما عادش معاي حاجة هنشوف هتطلعوا لنا منين طيب ما تيجوا نعمل حاجة تانية ازرف وهي ايه نكتب معادلة التنفس معادلة التنفس كان بيقول لي انا هاخد الجلوكوز C6 H12 O6 اديله 6 جزيئات من الاكسوجين هيديني 6 جزيئات من ثاني اكسيد الكربون طلعوا ولا ما طلعوش طلعوا حلو الكلام سائد 6 جزيئات من المية طلعوا ولا ما طلعوش لا مفيش ولا جزيئ مية طلع لغاية الوقتي هذه النواتج احنا كتبناها كلها وجمعناها كلها فيه اي جزيئ مية طلع معانا لا مفيش حلو سائد 38 جزيئ تي بي طلع معاك كامل لغاية الوقتي اربعة اربعة يبقى اذا انا طلعت ده ده لسه ده طلعت منه اربعة عايز اربعة وتلاتين يبقى معنى ذلك انا كده فهمة ان سلسلة نقل الالكترون لازم تطلع لي الست جزيئات مية واتطلع لي الاربعة وتلاتين جزيئ تي بي اللي مات كي يبقى قبل ما روح لسلسلة نقل الإلترون أنا عارفها النواتج قبل ما روح لها أنا عارفها يا أولاد النواتج خلاص لأن دي آخر حاجة دي آخر خطوة وطالما أن هي آخر خطوة لازم تجديني اللي باقي وإلا تبقى العملية كلها فشلة طالما أن أنت بتقولوني أن أجسادة الجولوكوز داخل الميتوكونديريا النواتج دي اللي هتطلع منه وانا ما عادش عندي غير خطوة واحدة فقط يبقى إذاً الخطوة دي لازم هتديلي دول يبقى دلوقتي لما قول ما هي نواتج عملية الانشطار اللي مركز بقى معايا نواتج انشطار الجولوكوز هي إيه اتنين اكسيكربون واتنين كان معاك سانيكسيكربون في الانشطار استني في الانشطار كان معاك سانيكسيكربون في النواتج في الانشطار احنا كان معنا 2 بيروفيك اللي انا مسحته اهوم و2 ناد و2 ATB شو ما دول اللي كانوا معاكي اهوم وش ده الانشطار اي طيب فين سانوكسيد كربون مفيش يبقى نواتج الانشطار 2 بيروفيك 2 ATB 2 ناد طيب وفين اكسادة البييروفيك الناتج ايه اكسادة البييروفيك 2 سانوكسيد الكربون اتنين ناد وكان معايا اتنين اسيطيل اهوم طيب وفين نواتج دورة كريبس دورة واحدة ولا اتنين لا انا عايز ادورة واحدة يبقى 3 ناد اتنين سانوكسيد كربون واحد ATB واحد فات طيب لو عايز اناتج الدورتين يبقى 6 ناد اربعة سانوكسيد كربون اتنين ATB اتنين فات كل مرحلة لوحدها يا سنة تاني كل مرحلة ايه ها لوحدها خلاص وبالتالي لو زي ما انتم شايفين كلها ارقام 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 عشان كده لما نيجي نحل الاسئلة على الجزئية دي طبعا المفروض دلوقتي الاسئلة بتاعتنا جاية على مرحلة الانشطار بتاع الجولوكوس لوحدها وعلى مع دورة كريبس والاكسادة الاسئلة اللي معانا انا قلتلكم المرة الفاتحة يبقى معاكو سؤالين تلاتة بس اللي هتعرفت حلوهم لكن انا النهاردة بالجزء اللي انا خلصه المفروض حضراتكو تحل لغاية السؤال رقم 19 معاكو 19 سؤال على الانشطار وعلى الاكسادة وعلى دورة كريبس خلاص وبالتالي يبقى دلوقتي كل الاسئلة اللي عندك لو انت فتحتوا الكتاب كده معايا على صفحة مثلا 159 159 يلا يا شباب كده بسرعة تمام يا اللي هي اسئلة اللي ايه الدرس الاول في الفصل التالت ها وصلنا الو الكلام طيب دلوقتي بيقول لي ان انا عندي مثلا سؤال وليكن ناخد مثلا ايه هتقولي السؤال رقم 7 كده اي مما يالي يلزم لاتمام دورة كريبس في وجود مجموعات الاسي طيل معاكو مجموعات اسي طيل ايه اللي انت عايزات عشان تعملي دورة كريبس ايه رأيكم الناد اتش محتاجة حضرتك الناد الناد اتش انت عايزة الناد اتش ليه اه انا عن قصر نال ايه اللي انت عايزان عشان تتممي دورة كريبس ومعاكو مجموعات الاسي طيل انت معاكي اسي طيل هل انت عايزة جولوكوس خلاص انا مش عايزة جولوكوس انا قصرته وحولته الاسي طيل الناد اتش ده شال الهايدروجين ده ناد تمام مرافقات الانزيمات مرافقات الانزيمات ما هو الناد مرافق انزيمي عبد الرحمن شو الناد ده مرافق يا شباب مش انا قلت المجموع اللي خطوة دي في دورة كريبس بتتعمل على الغشاء الداخلي وقلتي ليه ليه على الغشاء الداخلي اللي انا لسة نسمعه قدامكم تقول ايه ده اللي انا عاملاه باللون البين كده انزيمات تنفس انزيمات التنفس يا عبد الرحمن يبقى انا عايزة انزيمات ايه انزيمات تنفس صح ولا لأ؟ صح يبقى انا دلوقتي عشان اطلع الجزيئات اللي عندي تمام? يبقى انا محتاجة من? يبقى معنى ذلك دلوقتي. عندي بقى اسئلة بيقول bli كم عدد كم عدد كم جزيئات كم عدد كم جزيئات كم عدد كم مرة كم مرة. كلها احسب 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 احسب. بعد ما يقولي كم عدد مركبات النادي اللي ناتقى من دورتين لحمد السيتريك. عرفنا يعني ايه دورة حمد السيتريك. اللي هي دورة مين? دورة الكريبس. كم عدد مركبات اللي نجح من دورتين? كام? اتناشر? ديه اتناشر. ستة. ستة. مش siendo كامب يتغلع عن اه في الدور الواحدة صار. ايوة. الدورة الواحدة تلاتة. الدورة الواحدة اتنين. الدورة الواحدة واحد. الدورة الواحدة واحد. اضرابي بقى في اتنين يبقى هنا ده ستة وعند هنا ثانية واحدة وعند هنا ثانية اكسيد الكربون اربعة وعند الاتب اتنين وعند كمان ميل الفات اتنين في دورة وفي دورتين انا عايزة هنا ستة طيب كم عدد جزيئات الاتب اللي نتجى من انشطار اربع جزيئات جلوكوس في السيتوس اشيل بقى انا مش عايزة اشيل ده عشان اتخساباتي ها يلا تعالوا نقول ايه الانشطار انا عايزة دلوقتي اعمل انشطار لمين اربع جزيئات جلوكوس يبقى ستتاشر اعمل انشطار هنا يبقى كم ستتاشر الواحد بدي كم جزئ اهو الانشطار جزئ الجلوكوس الواحد بديك ايه ادن اتنين ايه تبي صح ايه يبقى الاربعة يده كم تمانية تمانية مظبوط يبقى الاربعة يده تمانية انا عقام مش قصد اصلا في الدورة كلها لا اهو بيحدد بقولك في السيتوسو يبقى انت عارفة مين اللي بيتم في السيتوسو مرحلة الانشطار انا محددة كل مرحلة بيتم فيه قلنا الله اكبر الله اعزم في السيتوسو قلنا الانشطار هيتم فيه هيتم في السيتوسو وقلنا مرحلة اجسادة البيروتك في الحيز ما بين الغشائين وقلنا مرحلة دور الكريبس على الغشاء الخارج الداخلي عشان الانزيمات السلسلة هيتم هنا هو في قلب الحشوة جوه يبقى انا خدت من بره وانا دخلة كده كل مرحلة لها مكانها ايه الخاص بيها واضح ها شباب واضح هامس هالو الكلاب طيب انا بيقول لي تدخل الاحماد الدهنية في التنفس الخلوي على هيئة جزء فيه كم زر الكربون ها الاحماد الدهنية هتدخل في التنفس على هيئة مركب فيه كم زر الكربون كربون ليه ياولاد انا مستعيلها حالا عشان قلت الاسيتايل دهو ممكن يجاي من الاحماد الامينية او جاي من الاحماد الدهنية او جاي من انشطار الجولوكوز فكله داخل وقلت دي الصورة العامة هيك المتعمل ايست مكتوبة اهل مش قلت الاسيتايل الصورة العامة للتنفس داخل كربس والاسيتايل عنده زرتين كربون صح والايه نركز دي سنة تانية الدرس كدرس انا عارفة انو اتقيل وفيه معلومات كتيرة فيه اسئلة حسابية كتير وفيه تكات صغيرة كتير فعايز يتذكر بهدوء تماما فاحنا هنزاكر دلوقتي اللي براجع الانشطار ونزاكر دورة كربس كويس جدا تمام انا مش عايزة حد بيحفظها الحفظ هنحفظه يعني وإحنا شغالين كده هنحفظها انا عايزة كل خطوة تعرف ايه اللي طالع وإيه اللي داخل لان زي ما انت شايف وبيقول في دورة واحدة لا في دورتين لا روح نستيتوسول يا لارا وبقى كلمة سيتوسول يعني عايز انشطار اه بين الحشوة بقى عايز اكسادة البيروفيك على الداخلي بقى عايز كربس وهكذا فهمنا يا حلوين تماما طيب يبقى احنا النهاردة المطلوب مننا مذاكرة دورة كربس كويس جدا وتحلوه للتسعتاشر سؤال دول والمرة الجاية يا اما تبعتوهم اصححهم يا اما ان احنا هنرجحهم مع بعض المرة الجاية ونشوف ايه الاسئلة اللي وقفت عليكم فيها واضح واضح تمام ها حد عنده اسئلة في الجزء اللي احنا قلناه نا يمشو نركز واحنا بنذاكر يا سنة تانية عشان الجزئية انا عفا يا ميس سهلة فنحاول نركز فيها شوية تمام تمام يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا